دائماً من طالب أن القوى الأمنية والمؤسسة العسكرية هي الحامل الوحيد للبلد وهي الفقط اللي تكون مسؤولي عن السلاح ومسؤولي عن الدفاع عن هذا الوطن وأكيد مع الشعب كله وليس فئة وليس قوة فقط عبدالله يام بدي أقول لك أنه أنا إلي نفوذ في لبنان عاً اللي بيعرفه وكل الناس وكل اللي بيعرفه يعني أنا ما فيني يكون خارج اللجنة القمسية اجتمعت وقررت مواصفات ولكن كمحور كمحور اللي علاقة بمثل أي الدولة اللي علاقة ملاحظ باليمن اللي علاقة بالعراق اللي علاقة بسوريا كمان إلي نفوذ أوي في لبنان فلذلك كل القرارات اللي بقتطلعوا فيها إذا ما في إلي حظ أو ما في إلي خط فيها ما بعتقد فيها تمشي ولذلك دائماً بتلاقي التعطيل هو سيد الموقف وبيتهمونا بالتعطيل المملكة العربية السعودية فتحت علينا ومملكة السعودية ما بدأ بعد أنه تمشي متل ما كان تمشي بالقبل أنه نعم بدي ساعد الشعب ما بقى في شيء بلد أنا بدي ساعد نعم أنا بدي ساعد شعب اللبناني بس أنا بدي أعرف أنه المصاري عم بتوصل للشعب اللبناني مش عم بتوصل لجيابون وبيروح بيشيروا فيها بيوت بموناكو بغيره بغيره فلذلك كان قرار سعودي واضح أنه أنا بدي شخصية إصلاحية بدي شخصية تخاف على الشعب بدي شخصية تحمي الشعب بدي شخصية تحافظ على التفاق الطائف من ناحة المناصفة بدي شخصية تعالج الأزمات اللي موجودة بدي شخصية صادقة بدي شخصية بدي شخصية تنقى بنفسها وتحافظ على بلدها ما تكون هي الصندوق البريد تبعه فلذلك كان واضح فالمملكة العربية السعودية إذا نحن ما بدنا نمشي وبعتقد هذا مطلوب من الشعب اللبناني كله هاي المواصفات مطلوب من الشعب اللبناني لذلك في 31 أو 45 نائب ما زالوا مصرين على الشخصية اللي كانت ميشيل معوض ومن ثم جهاد أزعور لأنه بعتبروا أنه هالشخصيات بتساعد على إنقاذ هذا البلد أنا بعتقد الجامعة اللبنانية مع المعاناة اللي مرأنا فيها يمكن أن تنفر ما ظلينا مستمرين وظل الأنسات سيضحوا بس ولكن على كمان الطالب أنه يشعر مع الأستاذ فلازم يكون العمل مشترك بين الأستاذ بين الطالب وبين الإدارة وبين الدولة لأجل حفاظ على أستاذ الجامعة أو أستاذ الجامعة اللبنانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر